أشهد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي لما تشهده مصر ورواندا من انتعاشة في مجمل العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري على ضوء عضوية البلدين في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القرية الإفريقية وخلال لقائه عدد من رجال الأعمال في رواندا استعرض عبدالعاطي الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي منها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين هيئة الدواء المصرية ونظيراتها للغذاء والدواء الرواندية الأمر الذي سيسفر عن نفاذ المنتجات الدوائية المصرية بسهولة إلى السوق الرواندي